قصة نزعها منهم جلس الحاج عبد الجبار على كرسي خشبي قديم ملقى بجانب مبنى ضخم وهو ينظر إلى موظفي البنك يستولون على هذا الصرح بعد كثرة الديون التي تعرض لها هذا الصرح البارز وأخذ الحاج عبد الجبار يرجع بذاكرته إلى عشر سنوات مضت عندما جلس كرئيس لديوان العائلة في مقعده فوق المنصة العامة للاجتماع العائلي الذي عقد قبل عشر سنوات وهي العائلة المحترمة العريقة التي انتشر صيتها بين الناس منذ مئات السنين بسبب مساهماتها الكبيرة في المجالات المجتمعية والإنسانية حضر الجميع إلى هذا الاجتماع الطارئ الذي سارع إليه أبرز المساهمين والداعمين والمتبرعين من أثرياء العائلة ورجالها فقد تدنت مستويات العوائد من استثمارات ديوان العائلة وأصوله وممتلكاته بشكل حاد جدا وتناقصت الأرباح وتكبدت العائلة الخسائر في السنة الأخيرة وهذا لم يسبق حدوثه منذ مئة وخمسين سنة على الأقل بدأ الاجتماع كما هو مقرر قبل عشر سنوات بكلمة افتتاحية ألقاها الحاج أحمد مسؤول الصندوق ومن ثم منح الكلمة إلى الحاج عبد الجبار رئيس العائلة الذي قال بدوره لا بد أن نتحدث سوية بكل وضوح وشفافية عن كل ما يحدث يا سادة فرغم أن الاقتصاد في بلادنا ينتعش ورغم أننا في فترة من الانتعاش الاقتصادي المبهر إلا أننا من بين جميع العائلات خسرنا أموالا طائلة في تجاراتنا هذا العام أرجو أن نستمع إلى أكبر كم من الآراء لو تكرمتم رفع الحضور أيديهم وبدأت الهمهمة تسري في المكان ما دفع الحاج أحمد إلى أن يمسك الميكروفون ثم يقول حسنا يا إخوتي نقطة نظام من فضلكم سوف أمرر الميكروفون عليكم ومن لديه أي اقتراح أو سؤال أو توجيه أو تنبيه فليتقدم مشكورا خلال لحظات كان هناك طابور من الرجال يقفون أمام منصة الميكروفون كان الأستاذ صالح هو أول من أمسك بالميكروفون قائلا المعذرة يا سادة ولكن الخلل واضح جدا فما حدث من سياسات نقدية في صندوق العائلة هو السبب الرئيس فيما يحدث الآن بدت علامات الإحراج على الحاج أحمد وظهر الإحمرار على وجه الحاج عبد الجبار الذي قال هل سنفتح هذا الموضوع مجددا يا صالح؟ رد الأستاذ صالح قائلا وما المانع يا سادة؟ فما يحدث الآن قد أكد أن ما قاله الأستاذ إلياس منذ سنة كان صائبا بحق وأننا كنا على خطأ يا سادة والاعتراف بالخطأ فضيلة وأن نعترف بالخطأ من الآن فنصوبه خير لنا من المكابرة فالخسائر قد تتضاعف مع تقدم الزمن والله أعلم انتشرت الهمهمة بين الحضور مرة أخرى وانقسموا بين مؤيد ومعارض لما قاله الأستاذ صالح بينما أخذ المايكل أستاذ إلياس بن الحاج عبد الجبار وهو يقول أرجو أن تأذنوا لي يا سادة بتوضيح وجهة نظري وأرجو المعذرة يا أبتي فلابد أن أقدم للناس وأقترح عليهم الحل الوحيد لما نمر به من أزمة حاليا نظر الحاج عبد الجبار إلى ابنه قليلا ثم أشار إليه بالتحدث حيث قال إلياس كلنا نعلم يا سادة أن من أهم الأسس التي قام عليها ديواننا العائلي حتى قبل أن نولد أداء حق المال ولا أقصد بذلك دفع الزكاة فقط بل حق الأمة والمجتمع والمسلمين علينا جميعا كأصحاب رؤوس أموال وقد اعتمدتم السنة الماضية بأغلبية الأصوات التوقف عن دعم فقراء طلبة علم الكتاب والسنة ومساكينهم في بلادنا ما جعل العديد من الجهات المنافسة لنا تنتهز الفرصة فتتبنى أولئك الطلبة بدلاً منا وها أنتم تشاهدون بأعينكم وتسمعون وتشاهدون ما حققت من أرباح طائلة وثروات هائلة تلك الجهات بسبب هذه الخطوة فقط رد الحاج أحمد بشيء من الغضب قائلاً وما علاقة الإنفاق على فقراء المسلمين ومساكين طلبة علم الكتاب والسنة بالخسائر والأرباح يا فتى أين هذا من علوم الاقتصاد والمال؟ لم نسمع عن شيء من هذا من قبل إنها مهزلة يا فتى وعلينا أن نفكر بحل آخر رد أحد الحضور بعصبية من بعيد قائلاً لماذا تكابر يا حج أحمد؟ هل لأن إلياس أصغرنا سناً؟ ألم نحصد في السنوات الماضية العديد من الجوائز الدولية والعالمية؟ ما بال هذه الجوائز توقفت عن ديواننا في هذه السنة تحديداً؟ منذ متى نشك من قلة القدرة على الإنفاق على فعالياتنا العائلية يا حج عبد الجبار؟ هذا لم يحدث إلا عندما توليتم إدارة الديوان العائلي منذ سنة الماضية انتشرت الهمهمات مجدداً حتى تناول الشاب إلياس المايكة مجدداً وهو يقول الخلاف شر يا سادة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وكل ما في الموضوع أنني أطرح الموضوع للتصويت مجدداً رد الحاج أحمد متهكماً وهل ستكرر علينا ما ذكرته من أدلة ونصوص شرعية كالسنة الماضية؟ رد الأستاذ صالح قائلاً لماذا هذا التهكم يا حاج أحمد؟ فنحن الحضور ذو العقول وأصحاب الثروات ونعلم في التجارة والاقتصاد ما تعلمه حضرتك وقد شهدنا بأعيننا صدق ما ذكره لنا إلياس عن السنة الماضية فاترك إلياس يذكرنا بشيء مما لديه من أفكار ودعنا نصوت مجدداً ونرى من مع رأي إلياس ومن ضده كلامي معقول إلى الآن أليس كذلك؟ أم هناك اعتراض على هذا؟ ظهرت الهمهمة في المكان ما دفع الحاج عبدالجبار إلى توجيه السؤال إلى ابنه إلياس الذي قال بدوره يا سادة إن للبذل والعطاء أثراً نافعاً على الأفراد والمجتمعات والبلاد والأمم وإن أصحاب الثروة إن أوقفوا دعمهم للضعفاء والفقراء ذلوا وانهزموا وقلت أموالهم وأنا لكم ناصح محب فقد ورد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وقد منعنا عن أنفسنا هذا الكنز الثمين بتقصيرنا في حق فقراء طلبة علم الكتاب والسنة وضعفائهم فقد قال الله تعالى عن أولى أنواع الفقراء الذين يستحقون المساعدة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فأفضل الفقراء الذين يجب أن تتوجه إليهم الأنظار يا سادة هم من أحصروا أنفسهم لخدمة دين الله تعالى والذب عنه فقد أكد البخاري في صحيحه أن الضعفاء الذين تنصروا بهم هم من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته رد الحاج أحمد قائلاً ولكن ما علاقة هذا الأمر بخسارتنا للمال؟ ألسنا نؤدي زكاة المال؟ رد إلياس قائلاً ليست النفقات الواجبة محصورة في الزكاة يا عمي ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبيه ألا يجب على الرجل أن ينفق على من يعول رغم أنها ليست من أموال الزكاة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم؟ كفى بالمرء إثماً أن يحبس عن من يملك قوته ألم تسمع يا عمي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم وما زالت الفرصة أمامنا واحذروا أن يحدث لنا ما حدث للأقرع والأبرص عندما منعا حق المال ألا يكفينا يا سادة أن نعتبر بما حل بأصحاب الأموال في سورة القلم من ضياع للأموال بسبب منعهم حق المال؟ هذا كل ما في الموضوع ظهر الارتباك للحظة على وجه الحاج أحمد مسؤول الصندوق بعد كلام الشاب إلياس وساد الصمت في القاعة إلى أن قال الحاج عبد الجبار عظيم جداً فلنطرح الأمر على الجميع فالأمر شغرى بيننا من وافق على كلام إلياس عن رعاية الموهوبين من فقراء طلبة علم الناسية؟ وأن نعود إلى دعمنا لمشاريع نشر نصوص الوحي الكريم وإعالة عائلات مساكين طلبة العلم وفقرائهم فليتفضل برفع يده رفع الأستاذ ياسر يده وكذلك فعل الأستاذ صالح وعدد قليل من الحضور بينما أخذت الفرحة تغمر وجه الحاج أحمد مجدداً لتأييد أغلب الحضور له وهنا قال الأستاذ صالح موجهاً كلامه للحاج عبد الجبار والحاج أحمد من الواضح أن الغالبية العظمى من أعضاء ديواننا يتفقون مع حضرتك يا سيادة الرئيس ومع نائبك الحاج أحمد وهو الأمر المؤسف حقاً الجميع هنا قد تناسى أن دعم الفقراء من طلبة العلوم الشرعية من الصدقات التي لا ينقص منها المال وتأييد الغالبية لمنع هذا النوع من النفقات سيكون السبب الرئيس لضياع بركة ديواننا العريق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل لي نورا لماذا لا نشجع داعمينا مشاريعاً لنشر الدين فينا أنزعم أننا طرًا جميعاً بحفظ حديث أحمد راغبينا إذن لم لا ندعم نشريه ومن بالوحي قاموا صادحينا مشاريع الحياة بها اهتمنا بذلنا المال جمًا باسمينا ولكن عن مشاريع لدين صددنا ما غدونا منفقين فهيا دعموا يا مسلمون مشاريعاً تفيج المؤمنين تبث الشرع فينا كل يوم تذكرنا بما منه نسينا بما لكم عليها لا تضنوا ليكرمكم إله العالمين وأثر الناس واجبهم كبير عليهم أن يكونوا سابقين بتوفير الأماكن والأجور وأن لا يخذلوا شرعاً ودين أمشروعة شرع الله خير من الدنيا ودعم التافهينا فإن قصرتموا في دعم دين سيعالي الدين قوم آخرون ويخذلكم إله شر خذل فكونوا رشدين وفاطرين وقال الله من خذل وخسر وأدخلنا جنان السالمين اللهم اجعل لي نورا جاء في صحيح الترغيب بإسناد حسن لغيره قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم وجاء في صحيح الترغيب بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وبوب البخاري في صحيحه في باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب وأورد فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو في آم من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح وجاء في صحيح سنن الترمذي أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركون في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم عزيزي المشاهد أنت تحب الخير لك ولأصدقائك أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى موقع لينور الإلكتروني دابليو دابليو دوت لينور دوت كوم اللهم اجعل لي نورا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر